هو عن مذيعة الأخبار أميمة تمام اللي تم إيقافها طبعاً بسبب إنه استخدامها لأحمر شفاة جداً صارخ اللون بفترة تقديمها الفترة الإخبارية لا أموهي جوا الموضوع أحمر شفاة بس إنما حطت حمر بالجو يعني لاي كارثة أثناء الخبر يعني إنه متوازي والله ما أعرف يعني أميمة أثناء سرد الخبر وهي بالجو استخدمت أحمر الشفاة وخلت هذه الحمر هي الظهر ما كانت تعرف هي مثلاً تقرأ أنه ممكن العناوين وكل ظنها أنه هي ما كانت طالعة بالجو في استخدامها يعني موضطرة يعني موضطرة يعني موضوع جداً غريب يمكن أعتقد عندنا مقطع فيديو لهذا الموضوع يالله نشوفها طيب خلنا شوفها وبعد نرجع نعلق لنشوفوا معكم طبعاً نشوفنا الفيديو الخاص بالمذيعة وميمة تمام وهي تضع أحمر الشفاة يعني هي ما منتبهى على الموضوع فعلاً إنه هي بجو مباشرة أثار الأمر هذا الانتقادات جداً واسعة من نشطها على موقع التواصل الاجتماعي حين قررت الهيئة الوطنية للإعلام إيقاف المذيعة وفريق عملها مؤقتاً وتحويلهم إلى التحقيق وفق بيان نقلته صحيفة الأهرام الرثمية وأوضحت الهيئة له انطلاق من احترام قواعد الظهر على الشاشة أمام جمهور ومشاهدين تم وقف المذيعة والفريق لحين الانتهاء من التحقيق وإضافة الهيئة أنه مذيعة النشرة لم يروعوا المعايير المهنية وارتكبوا أخطاء أثناء قراءة عنوين الأخبار نحن نشوف إياكم هذا الفيديو باستخدامها أحمر الشفاة أهالي مرايب ديها يعني وهم طبعاً يحيلوا للتحقيق بضبط بضبط لكن فترة مؤقتة تم إيقافها لهذه المذيعة المصرية المشكلة مو فقط أروجي الموجود قدام أحمر الشفاة إنما نفس الوقت يعني شفنا حقيبة كاملة بمعدات الميك أب موجودة قدامها ولكلينيكس هذا الشيء اللي دفع اليوم بعض الجهات المعينة أنه يقفوها عن العمل لفترة معينة جهات الرقابية قامت بهذا الأمر فمعرف يعني هو حدث غريب وانتشر بسرعة كل شفير على المواقع التواصل الاجتماعي يعني مقتلت يعني أكو أشياء اليوم إحنا على السوشال ميديا أعتقد يعني بسبب خفة نجومية البعض يبدي يسوون أشياء غريبة تكون بس أنا أعتقد هاي ما متعمدة يعني أنا مدى أخصها يعني أكو واي صارت أمور يعني فضاعت موضوع أنه إذا كان الأمر عفوي إذا كان الأمر مفتعل كل هذه الأمور يعني ضاعت على السوشال ميديا اللي نحن دا نشوف اليوم هاي أمور إذا تصبح الترند على السوشال ميديا هي مو عفوية أي بما معناه اليوم أنت كونك شخصية عامة تنتبه لهذه التفاصيل لأن أكو ناس تتربص أو تصدر بالماء العكر